موسيقى موسيقى المنظومة ما لها اللغة اللي احنا ماشيين فيه من السبب والله المنظومة كلها اكيد اللي هيبقى مسؤولة عنها وزير الشباب الرياضة لانه هو المفترض انه هو المسؤول عن كل الهيئات الرياضية في مصر مسؤول عن وضع القوانين واللوايح في مصر المفروض كان يبقى فيه نوع من التوافق المجتمعي من الاندية والابتحادات على الليحة وعلى القانون لا تم في القانون ولا تم في الليحة ويبدو انه هناك غرض ما في الاصرار على التكتم على القانون وعلى الليحة يعني ايه يوضح لنا اكتر اوضح لك كتير اولا القانون لما طلع ما كانش حد شافه وكنا دائما لما بيجي نتكلم كاننا نتساءل سؤال اصدق على اي قانون فيهم يعني كان فيه اكتر من نسخ للقانون لما تعرض القانون كان فيه 14 مادة غير دستورية اترفض ورجع مجلس الدولة تاني وبعدين لما رجعوه لقوا ان صلاحيات الوزير بدأت تاخد حيز اكبر فبدأ مجلس الشعب ياخد موقف لا طب انت كده كل حاجة في ايدك يعني فيش حاجة للناس فيش حاجة للجماعات العمومية فبدأ يناقش كده انا اسف على المقطع بس فيه جملة عايز اقف عندها حضرتك قولتها حضرتك بتقول لي فيه اكتر من قانون وروحنا ومش عارفينه وما كانش فيه مشاركة أملا احنا بنتكلم على مشاركة وديموقراطية وتوسيع نسبة المشاركة والحوار وواه وواه بيتقال في البرامج بياس اكبر بيتقال في البرامج ده ما ليش علاقة بأرض الواقع لشأنه بيقوض حين ده ما حصلتش في أي نقاش حتى مع كامل احترامي للناس اللي حضرت هذه المناقشات أنا كصح في النهاردة ممكن ما يبقى ليش احتكاك بالإدارة الرياضية وممكن خبراتي تكون ضعيفة في الإدارة الرياضية أنا ما استعنتش ليه بالناس اللي عندها خبرة في الإدارة الرياضية من رجال الإعلام أنا خدت الناس اللي ما نهمش علاقة بالعمل الرياضي وواضح أن فيها إقصاء من جانب الوزير يعني خلينا نقول لا أصنع الأمين أول اللي بيطلع اللي بيتكلم اللي بيمسلني فأنا النهاردة أنت ليه ما جبتش الناس اللي لها تجارب حقيقية موجودة عشان ربما يكون عنده فكرة كويس ما جبتش الأهلي ليه لا الأهلي ده موضوع تاني أنا سيبه لوحف أنا بتكلم على التوافق في المنظومة في البداية طيب أنت جبت الإعلام اللي أنت شايف أنه هو معاك بشكل كبير جدا سواء إزاعة أو تلفزيون أو صحافة الجميع يعني لما جيت للأندية مخدتش أندية بعينها أنت اعتمدت أن اللجنة الشباب الرياضة فيها ناس من مرتبطين بأندية ومراكز الشباب فخلاص فكفية دول وأعتقد أنهم كفاية دول لأنهم الوزير كانوا لأيد اللي عليا عليهم يعني اللي الوزير عايزه هيلاقيه مش هيقدر أن المجلس يفرض عليه سيطرة على غير إرادة الوزير لما ده حصل بدأنا نصطدم بالقانون طيب لما دخلنا بقى في اللايحة الاسترشادية صدامنا بلايحة تانية طيب اللي حط القانون هل تذاكر الدستور كويس؟ محدش تذاكر الدستور لأن لو ذاكروا دستور كويس ما يحطش القانون ده في عوار؟ في عوار طبعا أنت النهار ده بتمنح العضوية العاملة لمن تخطى 21 سنة تمام؟ بعد ما تمنح العضوية العاملة بعد 21 سنة بيصوت إمتى؟ بعد سنة بعد سنة 22 سنة لازم يعدي سنة لازم يعدي سنة طب انتخاب رئيس الجمهورية 18 سنة فين الفيجن اللي هنا بقى فين الرؤية اللي عند الناس اللي عاديين بيحطون القانون فين الرؤية بتاعت الوزارة يعني هو بيقول أنا عندي رؤية 20-30 فين؟ أنا مش شايفها فين أنت هنا بين الاثنين؟ أنت في النهاية وزير شباب رياضة لا معلش أنا هكلمك على أرض الواقع في نقطة أنا معاك في ده وزي الفل اللي أنت بتقول أنا أنا موافق عليه بس في نقطة بالنسبة لي أهم لتعظيم دور الجمال العمومية وهنا بخاطب الجماعة العمومية مش في الأهل في كل مصر أنت تعرف الليحة الاسترشادية اللي هو ممكن يشيل عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من غير ما يرجع لحد أمه لتعظيم دور الجمال العمومية فيه thlet والاسترشاد المجالس من غير ما تقول تعظيم دور جمال العمومية هل الشعب المصري سقافت وتسمح بتعظيم دور جمال العمومية بهذا الشكل ماستحيل طيب انت النهاردة كم لايحة عملت حتى هذه اللحظة 47 نادي اتعمل لهم لوائح على مستوى جمع من كم من 670 هيئة يعني ما فيش نسبة وتناسب صح ما فيش نسبة وتناسب يعني اذا ان هنا تعظيم دور الجامعة العمومية مش موجودة اصلا الجامعات العمومية المحدودة العائلية هي اللي قدرت تتخطى اه هتقولي الأولمبي مش عائلي والمصري مش عائلي معاك لكن في النهاية فيه توجه في الأندية ديات انها انا عايز اقول لك اللحظة تقدر تقدر بموظفيها انها تعدي الجامعة العمومية يا فندم لو عايز الكواليس تقدر بس مش هقوله عشان محدش يقدر يمسك علي حاجة هنا انا بركز في كل كلمة وبعنيها انت عارف الكواليس اللي حصل في النادي الأولمبي ايه انا رجل من اسكندرية وعارف وعارف مين اللي كان واحد حضر ومين عشان تدي مثال للنادي الأهل عشان ما يجي يتكلم ده الأولمبي جاب لا يا حبيب انا احترم النادي الأولمبي جدا واحترم رموزه واحترم أبنائه لكن الاهلي وجامعاته العمومية جامعية عمومية خاصة ما بتقبلش الوصاية وحضرتك على ما اعتقد عضو جامعية عمومية اه طبعا ما بيقبلش فرد الوصاية من اي حد والاهلي هو من اول نادي في مصر هنا هو اللي حط ليحته فهي دي الفكرة يا سيزلوتي هنا في فرق بها بين النادي بيقود وانديا بتقاط حلوة جملة النادي الأهلي عودنا ديما ان هو بيقود وللأسف الشديد الوزارة لم تستوعب هذا الأمر يعني واضح ان هم كانوا مستعجلين على القانون وليحة بشكل غير عادي لدرجة انهم ما بسوش لحد هي هتبقى أمر واقع فهو لما حدد الرقم ده عارف ان محدش هيجيب الرقم ده لكن المحك الحقيقي ان لازم اعضاء النادي الاهلي يوصلوا الى هذا الرقم لازم يوصلوا الى هذا الرقم ولو تخطوه يبقى شيء رائع لان انا بثبت للناس ان انا النادي الاهلي مختلف عن بقية الاندية النادي الاهلي لازم يبقى رقم واحد في وضع الاطار اللي هيمشى عليه ما ينفعش النهاردة ان انا بقاعد اجا اقول لجنة الولمبية اي شالت لطفي من سين وشالت حسين من صاد ما ينفعش اقولي كلام ده ما فيش حاجة تقولي كلام ده وهل ان انا النهاردة ببني لولادي والاحفادي ومش هبقى مسؤول عن اللي بيحصل النهاردة لا انا هبقى مسؤول عن اللي بيحصل النهاردة لان انا ماخدتش موقف من البداية في الجامعة العومية لازم بقى فيه حضور مكسف أنا قاعده جمعية الأمومية يعني بطالب الناس تحضر وبطالب الناس تفرض رأيها اللي عايزها سواء بنعم أو بلا هي حرة مهم جدا يبقى فيه موقف واضح للجمعية الأمومية في الانتخابات مهم جدا أن الوزير يستوعب وغير الوزير يستوعب عصر الموضوع أنا بالنسبة لي رسالة مزدوجة تعرف يعني اكتمال الجمعية الأمومية كابتن وإكرارها لايحة النادل آلي أنت هنا بتقول للوزير لأ أنا النادل آلي مش زي أي حد عفوا أقف هنا عشان النادل آلي له جمعيته بتحب تختار لويحها بنفسها بحدش يفرض عليها لايحة ولما تحب تختار مين يقودها لرئاسة النادي بعيد أنا بتكلمش بالانتخابات لأنه قلت أي حد يتكلم على الانتخابات المرضى يبقى خاين لأن ده عنق زجاجة لايحة للسرشد الانتخابات موضوع تاني أيوة الانتخابات موضوع تاني راحل أحمد عبود باشم وراحل صالح سليم وراحل عبد صالح الوحش مع حفظ الألقاب للجميع وتنحى الكابتن حسن حمدي عن استكمال مشواره في العمل العام وراحل الفريق مرتاجي وراحل الفريق مرتاجي وسيرحل محمود طهر يوما ما لكن في النهاية يبقى النادل آلي النادل آلي ما انتهاش النادل آلي موجود ومستمر فيه أجيال متواصلة بتشارك في النادل آهلي وهتتواصل صح انها تدور على وجودها ككيان ارتبطوا به من صغرهم لازم دول يحافظهم على اللي وصلولوه ما ينفعش النهاردة ان انا بعد مية وعشرة سنة مش قادر احط لحيتي ده مسألة فارقة جدا ممكن اكون انا واحد من الناس المختلفين مع المهندس محمود طهر فيه امور كتيرة جدا لكن فيه فيه جزئية الليحة لابد ان انا ادور عن اساسيات تقوية الجمعية الاممية بشأن الليحة الجديدة لازم حتى لو كان فيها ايه من الاخطاء ممكن تتغير بعد كده لكن لازم اثبت موقف كبير جدا ان انا اناطح كل اللي بيحاولوا يكسروا الاندية الكبيرة ويخضعوها للجنة الولمبية بحيث ان انا ابقى موظف عند اللجنة الولمبية وده يعني ما حصلتش في اي مكان للأسف الشديد اللي الناس مش مستوعبها كتشادي فضل ان اللي جاي صعب اللي جاي صعب فان عشان كده بقول ايه انا مع اللايحة ومع ان النادي الاهلي يقرر لائحته واي نادي على فكرة يقرر لائحته لان شيء كويس ان يبقى فيه تعظيم دور الجماعات العمومية اللي هو مش موجود احنا بيقول مع اي نادي بس طالما انت ساكت عن حقك ده موضوع يخصك اللي عايز يتفاعل بجد يشتغل مفيش فيها مشكلة انا شايف ان اللايحة موجودة واضطرحت على الناس وحضرت ندوة برضو في مقر الجزيرة اتمنى ان احنا نشوف تفعيل لها في شكل كبير جدا واتمنى الناس تحضر انا للنهاردة اقول ان انا باثنشر ونص ليه ما اقولش بخمستاشة ربع عشرين مش الموضوع النهاردة لانه مش مرتوط بيها انا معلش انا مش عايش قد ما عشت لكن بدور على مستقبل ولادي وبعد ولادي يهبى فيه احفادي فلازم احط قسس موجودة في النادي تقدر تحقق لي ده انك انتش النهاردة هقدر ااخد هذه الخطوة لا يبقى هنا فيه سطوب انا عايز اكلمك في جزئتين وحدك النقد الرياضي محترم في نقطة بالنسبة لي لكل شايفها وعلى فكر وعشان اكون امينان دايما وقلت كده في بعض الجماعير بيبقى ليها بعض الحاجات عايز تتكلم فيها بتكلم فيها لو في تواصل مع البعض اما لقيها اكتر من حد الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده من اراء الجماعية العمومية وحسأله لك بمنتهى الامانة وهم شايفين كده ده رأيهم شايفين كلما النادي الاهلي يجي يقول هعمل ندوة في الجزيرة وفي مدينة ناصر وكلنا واحد بيحاولوا يفرقونا لكن كلنا واحد والشيخ زايد كلنا واحد يروح طلع لك بلونة اختبار قبلها بيوم حالة المجلس للنائب العام لمخالفات النادي الاهلي يجي يقول لك فيه اشراف قضايا احنا مش هنكره مش هنبعت اختام ومش هنقول الكلام ده كل بلونة الاختبار اللي في الاعلام لكن ما بفيش حاجات رسمية بتروح النادي الاهلي في برنامج واحد مصنف اللي هو ضد النادي الاهلي انا سبتلك السؤال طويل شوية لا ولا هم بس انا عايز اشوف الرؤية بتاعتك في الموضوع ده عايز اسمحها من حالة اولا بند الاشراف القضائي ده بند قمة كوميديا ليه بقى انت مش موضح لحضاتك يعني ايه اطلب اشراف قضائي اطلبهم مين يعني وضح لي اطلبهم مين هل اطلبه من نهاية قضايا الدولة هل بطلبه النيابة الادارية هل لا انا بجيب صحابي والقضاء وبعملهم لجنة ودي فيها تجربة سابقة وحصلت مع مين حصل عندنا في منصورة في احدى الانتخابات تم استدعاء اعضاء جمع الاممية من القضاء وده وعملوا انتخابات ودون لجوء للجهة الادارية ولا لأي حد ومشوا اعتمدت على فكرة وخدت حكمه وتصدق عليها وكله تمام اذا هنا العامل البند ده ما استوعبش ان هو يعني ايه اشراف قضائي موضحوش طب انت عايز تعظيم دور جمع الاممية خلاص سيبه انا هجيب من اعضاء الجمع الاممية لعنة مستشارين من اعضاء الجمع الاممية لعنة ايه المشكلة موالا تقدر تمنعها وقانونية 100% لكن انت النهضة انت حطيت بنود وانت مش مفصلها انت مش موضحها انت مش قادر توصل توصل المعلومة للناس هتشتغل على ايه بدليل الاجتماع الخاص الاجتماع الخاص انت بتقايي الاجتماع خاص ما هي دي البند اللي اصر عليه مجلس دارة النادي الاهلي اللي مفيش حاجة تفسر اللي هي يوم ولا يوم انت تقول الاجتماع خاص هو فعلا الكلام ده مزموح وكل معلش انا اسف دي عشان اوضحها النادي الاهلي جاب مستشارين وفقهاء في القانون وخبراء في اللوايح قعدوا معهم اكتر من 16-17 واحد ومفيش واحد قال للنادي الاهلي ملهوش حال متخير او ملهوش النادي الاهلي لا الكلام اللي بيقوله النادي الاهلي صح انا قلت هو قال في اللايحة اجتماع خاص في اجتماع جماعة ومية عادية في اجتماع جماعة ومية غير عادية الاغتماع الخاص ما لهوش تفسير غير انه هو خاص وفق اوضاعك زي ما تراها صح زي ما تراها الاهلي يختلف عن البائيين في حاجات كتير الاهلي عنده مدينة نصر وعنده شيخ زايد فالنهاردة الكم اللي موجود هقدر استوعابه ازاي ما انا لازم ارسم ملامح مستقبل الناس زي هتخطط ازاي صح مش هينفع ان انا تيجي تقولي من ساعة كزا لساعة كزا لا ده مش كلام مش عقلاني على الاخ وإلا كنت انت فسرتهم في اللايحة لكن انت قلت اجتماع خاص لم تحدد المدة اجي بعد كده ابعتلك جواب بتحديد المدة ده موضوع تاني مينفعش ده موضوع تاني مينفعش اما يطبع ما ينفعش ده موضوع تاني ده كلام تاني لكن انه النهاردة انا بستندد على النص اللي انت عايل اجتماع خاص اجتماع خاص ده انا بحديثه زي ما انا عندي عدد اعضاء افرد انا ما عنديش اعضاء تكفي خلاص انا هعمله في يوم لكن انا عندي عدد اعضاء كتير سواء في مدية ناصر او في الجزيرة طبعا انت النهاردة هتقدر توفر لدول وسائل ازاي وسائل مواصلات وهتوفر لهم حضور وتوفر لهم ترابيزات وتوفر لهم ما ينفعش انك تجي تقول يوم واحد وما ايه لو كنت قلتها صريحة لكن انت قلت ابتماع خاص السؤال بس هنقف عشان نعمل ربط هو مين اللي بيجي بمجلس اي ادارة جمالة اممية طب لما الجمالة اممية تروح لرئيس النادي اللي هي جابته وتقول له خليها يومين عشان نوفر على اللي في الحتة الفلانية ما يقدرش واستيعاب المكان حيبقى صعب جدا وتروح تطلب كده وانا قاتل على ده يبقى كده غلط حتى لو جمعي اللي هو ما مقلتش وانا رازم يبقى ليه رؤية طبع كمجلس ادارة وانا مجلس ادارة وليه رؤية وانا شايف النهاردة ان اليومين هم اللي انسب لي هعملهم طالما ما عنديش ما يعيب او يعوق ذلك موافع على قرارات مجلس ادارة النادي اللي اللي اخدها بخصوص بخصوص يومين اه انا شايف ان يومين مقبولة وان كنت كنت اتمنى ان الجزيرة يبقى ليهم مش مدينة نصر لكن هما يبدو ان هما لهم رؤية تانية مختلفة لكن العودة دايما اتعودنا انها هنبدأ بالمقر الاصلي في الاول لكنها مش نقطة خلافية يعني يعني مش يعني وجهة نقطة خلافية لكن ايه لكن وجهة نظر الشخصية لكن مش نقطة خلافية خلاص هو في النهاية بيتعامل في النادي الاهلي لكن مهم جدا انهم يسعوا الاكتمال الجمعية لهمية بشكل كبير في اه اه 25 و 26 عشان اقدر اقول ان انا انا املك قراري انا صاحب قراري محدش له صلط علي اه كنت عدت في الندوة كنت فقانه ندوة في التلاتة في الجزيرة في الجزيرة اه شفت الكلام والكلام الاعضاء اه 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 احنا نشاف ان الاعضاء رفضل لاحة الاسترشدية واضح الاعضاء عايزة الناد الاهلي وكان وان كان بعضها التحول الى مظاهرة اه تأييد للمهندس محمود طهر ومجلسه ورفض اه ورفض الكلام ورفض الكلام في القصوة خلينا في اللاحة الاسترشدية عشان ايه نقدر نحدد اه امورنا بشكل كبير اه الحضور امر طبيعي اه لان طول عمرنا حتى حتى في ايام كابتن حسن حمدي بوضع عشان ايه الواحد يبقى منصف في كلامه لما كان بيسعى لان عمل لايحة قبل الانتخابات وكان برضو بيسعى ان يبقى فيه ان كلمة الناد الاهلي هي الاقوى وليست اه اي سلطة تانية تبقى هي الاقوى تبقى الجمعية العمية الاخوة يعني عايزة اقول للناس اه اربطوا الحقيقة في اللي كان موجود في السلطة وقتها كابتن حسن حمدي كان بيدور على السلطة الاعلى للجمعية العمومية لما الموانس محمود طاهر موجود بيدور على السلطة الاعلى للجمعية العمومية فهنا الاتنين بيحربوا عشان الناد الاهلي كمؤسسة كبيرة عشان كده بقول وجه المقارنة النهاردة ان انا اقول ده ينتمي لفلان وده ينتمي لفلان ده مسألة مش يعني مش لطيفة وده يعني الهدف منها ان انا بفرق ما بجمعش ومع ان اللي اتنين لو بنقرأ كويس ما بين السطور اللي اتنين يتفقوا على ده اقول لك الحاجة اقولتها هنا من شهر ونص كان فيه البعض يطلع اقول لك اكسب الله فيها اقصاء حضرتك قررت الله فيها اقصاء لا ولا اقصاء ده نقطة متفجرة قبلك ان اتقلنا كده اقصب بالله رقم اتنين اللايحة دي اللي مكتوبة انت تعرف اللي هي متعدلة عشان 2017 وهي لايحة الكابتن حسن حمدي اصلا وتعدل فيها بعض الامور عشان ده معناها اللي انت بتقول احنا ايد واحدة بس عشان 2017 زمان مش غدادة بتعدل بعض الامور بما يتناسب مع الوضع الحالي اللي احنا فيه طبع هتقصمين عن انتخابات يعني الحمد لله مستوى ما محدش قال انا هترشح مناش دعب انتخابات الحمد لله المستوى اللي بترشح في النادي الاهلي ما بقاش زي اي مستوى في اي نادي تاني عشان بس الناس يعني ايه نبقى الشهادة اتحق الامانة يعني الناس بترشح هنا غير الناس بترشح هنا مستوى فكري وثقافي واكتماعي محترم فاحنا النهاردة مش عايزين ننزل لمهاترات اه ده رايح فين ده جي منين انا شايف انها Healing بتبعدك عن جوهر الموضوع الحقيقي وهو اكتمالي الجماعية العومية صح التركيز كابش يادي اكتمالي الجماعية العومية هيقلب الدنيا رأسا على على عقد وعدم اكتمالها هيقلب يدينا رأسا على العقل لكن اكتمالي جماعة العومية يعلو بالجماعة العومية النادي الاهلي كثيرا 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 للمستقبل أنا ما ببصش تحت رجلية لازم يكون مخطط لقدام للمستقبل كلمة أعضاء الجماعة العومية في الاهلي هتكون حاسمة وفارقة وده اللي هيفرق وبكرة فكرك وقالك أنك سجلت عليها الكلام ده بعد سنة من إجراء الانتخابات شوف كم الطعون اللي هتبقى على الانتخابات في المحاكم بعيدا عن لجنة فضل المنزعات في اللجنة الأولمبية اللي بيتقال أن هي اللي هتبقى مسؤولة مع أن الدستور بيمنحني حق اللجوء للقانون العادي مش عايزة أبعد عن الجماعة العومية وفي التفاصيل اللي بتتقال في النص وشفناها كان فيه ناس بتتكلم كتير من نفس وجهة نظرك ومش أقول لنا استكلم كتير الأغلبية قبل كله اللي كان موجود كان بيتكلم في ده هنيجي عشان واحد واثنين وثلاثة واربعة ومستقبل ولادنا وكلم ده كون عجبتني جملة تانية دوري أنا فين؟ يعني جملة برضو من الحاجات اللي تقالت لازم أنا كمان أقول لو أقدر أجيب عشر وخمستاشر وعشرين وثلاثين معي وانا جاي واللي ما عرفش أقوله آه طبعا دي توعية دي توعية دي توعية دي توعية دي زالت اللي من اللي فاتت طبعا أنا لما استهد أن تعرف يعني سواء بنقض بقى في التراس أو بنقض تحت في صلاة راتب يعني حسب التنوع القاعدة فبنسمع أن الناس بدأت تكلم ناس بالتليفون حتى يعني طب أنت رجع طب ما ترجع يوم بدري من الساحل طب يعني فيه نوع من التحفيز للناس أنها تكون موجودة وتشارك وده كويس جدا أن النهاردة أن أنت بتحسس عدو الجمعية العمومية بأهمية صنع القرار بإيده وده بتختلف برضو في الأهلي لأن المجالس المتتالية على الناد الأهلي عودت الجمعية العمومية على ده أنا عايز برضو أربط هنا عشان الناس اللي بتقول أن دي زفة للموافقة على اللايحة طب ما كل المجالس اللي فاتت كانت بتدعو لذلك بتعلو بجمعية العمومية في أي جهة موجودة في مصر إيه الجديد في ده ده مش جديد في الناد الأهلي ده أمر طبيعي جدا ما فيش حد مختلف عليها أنا أتمنى أنها تبقى موجودة في كل الأندية على فكرة لأن لو إحنا بندور على منظومة رياضية صح لو الوزير عايز ينجح بالمنظومة الرياضية في مصر أندية والاتحادات كان لازم يدور على ده من بدري وبتشريعات أفضل من كده لكن اللي حصل حصل وتصدر لنا قانون وتصدر لنا ليحة هنجني من وراءهم كثير من المشاكل والعناء وهيتغيروا تاني بإذن الله لكن نمنح الناس فرصة أنها تعرف أنها أخطأت وأن الدولة تعرف أنها أخطأت أنها وافت على كلام وكيل الشباب في الرياضة في مجلس الشعب بأكد على كلامك قال فيه نقط كتير جدا غير دستورية ومحتاجة تعديل مع أول مع أول انعقاد حيحصل الكلام دوت وده بيأكد على كلامك اللي الكل في الأعلام بيخافي يقوله بالمناسبة يا كابتن أسأل سألسانة أنا راجل مارست العمل إداري أنا كنت عادو مجلس الضرف نادي منصورة دورتين فمارست العمل إداري فعارف يعني إيه جماعات عمومية يعني إيه تفعيل جامع وكنت أحد أعضاء لجنة إعداد لايحة المهانس حسن سأر في 2013 اللي كانت تحت شعار تفعيل دور الجامعات العمومية وكنت مقترح اقتراحين واتخد بيهم إلغاء دور مقعد المرأة في الأندية وإلغاء التعيين في الأندية يعني الاختراحين والحمد لله يعني إيه فجيت أنهم اعتمدوهم في المؤتمر لأن أنا إلغاء التعيين لأن النهار ده أي رئيس نادي بيجيب الناس الموالية ليه فقط فهنا أنا ما فيش عندي حياة ديمقراطية ما فيه جمود ما فيش أي حراك صح وبعدين بجيبهم عشان أنا بقى أكسب كده أغلبية فأنا اللي أنا عايزه أعمله واخبط رأسك في الحين فهنا خلاص بقى فيه مجموعة هي اللي هي بتدير مصالحها أكتر ما بتدير مصالح النادي مقعد المرأة إذا كانت المرأة قوية أهلا بيها أضرابلات عزيزي وسلام لكن ما تبقاش إضافة لأنها أنا حجز لها مكان فأجيب أي حد أحطه دون أن يستفيل منه النادي ما يزعله منك كده لا أنا زعله مني وقتها أنا زعله مني وقتها لكن لما تناقشنا فيها بعد المؤتمر الناس اقتنعت وعلى فكرة وفيه ناس مكونش أعرفها ففينا أصدقاء كمان يعني من السيدات المحبات للعمل التطوعي اللي كانوا حاضرين معنا في نفس المؤتمر لأن النهاردة ما بتيجي تقول اسم راني علواني ما بتيجي تقول النهاردة اسم دكتورة وفاءة في نادي الصيد الناس ديات لو مش سايبة بصمة في مكانها مش هتيجي لكن النهاردة أنت بتقول خلاص طب أجيب أي حد أجيب أي واحد طب أنت جيت في فترة كسرت اتحاد الكورة على الدكتورة صارح لهواري مخلاص اتحاد الكورة فيه يعني صارح لهواري فيش حد تاني والتحاد الكورة بيفكر في إلغاء المنصب ده دلوقتي عشان ما فيش صحر بعد كده هذا برضو احنا بناخد قرارات عشوائية احنا مش عافية احنا عايزين ايه احنا بنقضي يومنا أنا النهاردة كاره كتن شادي فان النهاردة باختن حاوف عندي دي بخير بكتن شادي كتن شادي يرجع وقعدنا نتفرج على الإعلام الله هو أكبر الحمد لله وما لده كان ايه معنى كلام حضرتك اللي كانوا بيعملوا كده دولنا أصفهم الزامة معنى كلامك لنت مش موافق على حاجات كتير لا طبعا فيه حاجات كتير فيه حاجات كتير هم اللي كانوا بيقولوا الله هو أكبر بقى وكله زال فوله يعني هم تعودوا على كده دي ثقافات وفلسفة ومبادئ عند ناس هم شايفين ان هم عملوا إنجاز حاجة كبيرة جدا لكن آه والله يا العظيم أبا كالك بأمانة هم شايفين ان هم عملوا حاجة جمدة جدا انت هتكسر الدنيا وانا قلت لهم الكلام ده احنا كنا في اجتماع مع بعض من حوالي ترت أسابيع قلت لهم يا جماعة انتوا دمرتوا الرياضة باللي انتوا عملتوه انتوا بتقولوا تعظيم دور جمالة ومية حضرتك مش معجود حضرتك تقدر تقول لي يعني ايه تعظيم دور جمالة ومية في فيه في مصر حاجة اسمها تعظيم دور جمالة ومية من اين احنا عندنا الثقافة ديت مفيش طلق ادعي الناس دلاتي تقيم لك الموضوع قال لي احنا خطوة وبعد كده نغير يعني ما دموقفش عندها يعني طلق ما انت خطوة وخطوة كان باب أولا يعني ليه لما يبقى عندي فرصة مين اه كان معايا الستاذ ردوان الزياتي وكيل اللاجنة شباب الرياضة الاستاذ فوزي فتا امين سر لاجة شعب ورياضة اه البقين بقى من لاجنة الامن القاومي في المجلس شعب اه فلما اتكلمنا همش هم دول اللي خدوا بقرار مش دي اللاجنة السلسية اللي اعتمدت كل حاجة دول اللي اتنين لابنى عشاء تضارب المصالح بمعنى يعني مثلا تلاقي رئيس نادي بيحط القانون طموح هيزبطوا حشيه على نفس اي حاجة يزبطوا على نفسه بسأل معلش انا صريح اي حاجة يزبطوا على نفسه انا قلت جملتين خلاص ده وقت القوة فيه النيل هنا وفيه في اسكندرية بحر اختلق مكان ادي دي واحد اتنين ازينا النهاردة ومنتقى الامانة والصراحة انا رئيس لجنة اولمبية ورئيس الاتحاد وده اساسا في لوائح الميساكة لو ما فيش الكلام ده ما ينفعش وفي لجنة المنازعاتنا النهاردة اختصم اللجنة اللي اجيلك انت وبعدين هاخدها من حتة تانية مش قلنا عدالة اجتماعية هو العدالة الاجتماعية اللي مقف خمس ستة حاجات ولا حاجة واحدة وسيب للباقي الزماني ولو في عدالة اجتماعية اصلا اجيب الناس اللي مسؤولة في مراكز شباب واندية يعملوا قانون بأي عدل بأي حق يعني الناس دي كلها هتستفيد من ده الناس كلها هتستفيد من ده الناس كلها هتستفيد من ده فازاي هو هيطلع حاجة يستفيد بها المجتمع كله لكن خلاص هم ده البرلمان اللي موجود ودي الناس اللي بتعد القانون اللي مفروض عليك ودي الناس اللي هي هتبدأ ترسم لك مستقبلك الرياضي أستاذ لطفي عايز قولا واحدا اسمع منك اه ولا لا فضل موقف النادي الاهلي سليم 100% اه ولا لا وفق الليحة موقف الاهلي سليم موقف اللجنة الالومبية من الليحة الاسترشادية سليم 100% ولا لا لا مش سليم لان هم مغلوب على امرهم الوزير باستخبى فيهم صراحة الوزير باستخبى في اللجنة الالومبية مش خايف من التصريح ده ليه مخافش من الحاجة هابت انت عارفني الوزير باستخبى في اللجنة الالومبية مش كل شوية ترفع عليه قضية حبس وعزل فهو رماها على اللجنة الالومبية وهو لا يدير اللجنة الالومبية من تحت لتحت خلص جمحة اوحيرك علينا احنا الاخرى ويحتاج مساعدتك اهي بقى محتاج مساعدتك فيهم الايام والله والله الناس ما متاخدش بالها خلي بالك من اعانى ظالما صلطه الله عليه لا يظلمه فهيجي يوم من الايام هتلاقي اللي ظلم ده جاي بالدائرة بتلف عليه ده موضوع نهائي طيب النهاردة حضرك لبست بدلة الوزير ومعانا هتتصرف ازاي في الوضع الحالي الوضع الحالي ان انا اقول يا جماعة والله الناد الاهلي عنده ظروف تعوقوا انا بالعكس احنا مع الناد الاهلي اعمل جماعيتك العماية زي ما انت عايز واخد قرارك اه ايه اللي يغضب الوزير في الموضوع برضو انا مش لاقي ازمة يعني انا مش لاقي ازمة انا بقولي النهاردة انا بديك الحق انك انت تبقى صاحب قرارك يا سيدي بديك الفرصة انك تبقى راجل ها من الاخر طب لما تديني فرصة ان انا بقى راجل سيب ناثبتلك بقى ان انا راجل اه يعني اديني مقاومات ان انا قدر اثبتلك الكلام ده انما انت بتيجي تقول انت مش قادر تعمل طب لا انا مش قادر اعمل جامعية عومية ازاي انت بتقول اعمل جامعية عومية في اغسطس وداخل تعيد والناس كلها في الساحل انت بتكلم في ايه يعني انت مش مديني اصلا مقاومات ان انا اقدر اجهز لكلام ده زي اللي داخل امتحان وما حطوش وما قالوش معادل امتحان امتحان امتحانك بعد يوميه امتحانك بعد يوميه لو لبست البدلة بتاعت اللجنة الاولمبية ولمدة دقيقة حتى تتصرف ازاي في المواقف ده اللي بيجيلها من الوزير بتزيعه بس اللي بيجيلها من الوزير بتعلنه خلصت الموضوع اللي بيجيلها من الوزير بتعلنه يا جماعة خلينا اطحين لا يتكلف الله نفسها انا مش عايز اصلم الراجل راجل منافذ لا حيلة يعني ملوش اي حيلة في الموضوع هو بينفذ تعليمات الوزير من الالف الالياء حضرتك عالم كبير الكاميرا بتاعت حضرتك اهي وانت من شوية قلتلي لنت حضرك عضو جامعية عمومية هتقول الجماعة العمومية ايه للنادي الاهلي تفضل ايش هادر اقول لهم لازم يحضروا ان شاء الله للتصويت على لايحة النادي الاهلي يبقى فيه حضور مكسف عايزين نقول للناس ان احنا اللي بنختار لايحتنا محدش بيفرض علينا لايحة احنا اللي بنحدد مصرنا محدش يرسم لنا مستقبلنا ولا مستقبل ولادنا ولا مستقبل احفادنا عايزين ندي درس للدولة وانا بقرر كلمة الدولة عشان لما يجيبوا مسئول يحطوه في منصب المسئولية يكونوا عارفين ان هذا المسئول بيراعى ربنا في شغله ولا لا لو مش قادر على شغلنا يسيبها لكن لما يتولى منصب مهم وخصوصا لما يربط الشباب والرياضة في منصب واحد لازم النهاردة اكون عندي وزير يقدر يستوعب الجميع طالما انه غير قادر على استعاب الجميع فهنا واجب علينا جميعا ان نقف وقفة واحدة امام هذه الليحة الاسترشادية المفروضة على الاندية الاجبارية عشان يبقى لنا ليحة خاصة باعضاء الناد الاهلي لانا واحد منهم قاعدوا جميعهمية اتمنى الحضور يبقى مكسف بشكل كبير جدا والحضور يبقى فيه رؤية مختلفة حتى لو اعترضنا على بعض البنود في هذه الليحة لان القادم لابد ان يقول افضل من اجل اولادنا ومن اجل احفادنا بشكرك على صراحتك شكرا كابل شهاد وساعدت باللقاء معك اول مرة شرفني في البرنامج وانت عارف انا احترم ارائك دايما بقول كلمة الحق وانا بتشرف اي ديف في البرنامج بقول كلمة الحق شكرا كابل شهاد ربنا وفقك جملة اخيرة عن ان يبيع حلقة النهاردة الاهلي يقود ولا يقاد دي رسالتنا للشباب والرياضة واللجنة الولمبية والاكبر مننا علمونا كده علمونا بعدم فرض الوصاية علينا علمونا اللي قررنا يبقى نابع مننا اتربينا على كده وحنربي ولادنا على كده فمن هنا هنختم حلقتنا الاهلي يقود ولا يقاد وكمان هنختم زي كل يوم المجد كل المجد اللي شهاداء ان دي الاهلي بتصبحه على الف خير والاهلي دايما فوق ودايما مشرفنا ودايما مفرحنا بكل رجال مشكرك وشكرا جزيزي اشتركوا في القناة